انا عايز اه وهنتكلم على حاجة حلوة بقى كل ده برضو انعكاسات او خليني اقولك نتائج من اتفاق رس الحكمة منها هي صعود حقيقي للسندات الدولارية المصرية وده هنتكلم عليه بالتفصيل هنا انا عايز اتكلم مع حضرتك اذا ازنت لي سيدي المواطن سيدي المواطنة بالراحة حبتي في ناس هتفضل طول الوقت عارف انت كلمة الرضا لمن يرضى في ناس هتفضل طول الوقت عندها حالة من عدم الرضا انا هنا مش بتكلم على المواطنين انا هنا بتكلم على اعلام معادي زي ما دايما بسميهم السلسل الواقح اللي موجود في لندن بعض اللجان اللي تلاقيها بتاعت لجان الاخوان اللي موجودة على السوشيال ميديا الى اخره الناس دي هتفضل طول الوقت تكلك في دماغك ازاي يعني يجي يقولك ايه يعني هو الاسعار نزلت كم يعني لا هو السؤال مش الاسعار نزلت كم يعني هو السؤال اللي بيطرح الاسعار نزلت اه ولا لأ هتيجي تقولي يا عم يوسف ده نزلت 10% ايه 12% 15% اقولك كويس كويس المواطن العادي سيدي الساري اللي مش فارق معاك الـ 15% طب انت زعلان ليه المواطن العادي الطيب الامير او الغلبان هو بالنسبة له لـ 10% بتفرق 10% في الفول و10% في اللابن و10% في البيض 10% في اللحمة 10% في الفراخ 10% في العدس 10% الاخ بتفرق معاه اخر الشهر ان كنت حضرتك من الاسرياء ومش فارق معاك العشرة في المية خوتنا ليه يعني وجع دماغي ليه طبعا هو وجع دماغنا لانه مش لا من الاسرياء ولا من البسطاء هو من اللجان الاخوان هذي اللجان الحقيرة اللي قاعد عمالة تلعب في دماغي الناس علشان تحسسك انه ولا كأن في حاجة جرت وتحاول انها تخلق موجة من عدم الرضا في المطلق راس الحكمة اثرت اه طبعا اثرت لانه الاتفاق كان شديد الوضوح الجدول الزمني بتاع التدفقات المالية شديدة الوضوح الدكتور مصطفى مدبولي قال بمنتهى الوضوح والجلاء الجدول الزمني بتعصرف الفلوس طبيعة الحال الحاجة مش هتروح نازلة ترك بين عشية الوضوحة الدولار يتهبت بين عشية الوضوحة هده عادي اللي انعكاس على السوق هياخد وقته وحده وحده تضيف ليه ده وده بوده من نتاج راس الحكمة انت تتزور انه رئيس الوزراء لما انبارح يقول احنا وجهنا ب انه كل المواد او كل البضائع اللي موجودة في المواني تخرج وتضخف الاسواق والاولوية للسلع الغذائية والمواد الغذائية ثم الدواء وبالتأكيد بقى مهمات او مستلزمات الانتاج وهكذا يعني فيها اولويات نخرج ايه الاول اكيد اول حاجة الاكل والشرب والدواء ده مفيش في خلافه وده الكلام اللي قاله رئيس مجلس الوزر مع خروج هذه الامور او خروج هذه المواد هذه البضائع هتلاقي الاسعار بتنزل زيادة يعني انا بسألك هل في او انت لحظت انه الاسعار عمليا في المواد الغذائية نزلت من 10 ال 15% الواقع بيقول اه سعر الزيت في بعض الانواع نزل سعر الفول في بعض الانواع نزل بتكلم عن الفول البلدي كمان يعني تحديدا سعر العتس نزل سعر الضرق نزل في حاجات انت ملكش دعوة بيها بتهم المزارعين والمربين وما الى ذلك زي سعر فول الصوية وبالتأكيد الدرق الشماء او الدرق الصفر مثلا يعني سعر اللحوم بدأ ينزل سعر الدواجن بدأ ينزل دا اللي بيهم الناس الاسر البيوت دا اللي بيهم الناس هينزل تاني ان شاء الله هينزل تاني وان شاء الله ينزل تالت بص طول ما فيه انخفاضات متوالية في سعر الدولار وسيبك من انه السوق السوداء بتنازع يعني انت انا عارف انه تلت اربع الناس منزلها الابليكيشن اياه وكل شوية تعمل اوبديت وتشوف طيب سيبك من السعر دا عشان مش حقيقي الابليكيشن دا اللي عمله بتوع السوق السوداء وقاعدين بينازعوا يعني هو قاعد عمال ايه في حالة شد وجذب ايه مع الدولة اللي هو ايه انتوا بتقولوا السعر نزل طيب احنا هنحط سعر اعلى من اللي انتوا بتقولوا عليه لو لا يفترض مثلا انه سعر 48 ولا 47 ولا زي ما يطلع هيجي يقولك لا بصوا يا جماعة كده كده ان شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى الفلوس دخلة دخلة احنا عندنا جادول بدأ من يوم الجمعة اللي فاتت عده اسبوعين هيبقى يوم جمعة زيهم صح؟ سبت اجازة طبيعي ده قطاع المصرفي الحد بأمر الله هتبقى الفلوس موجودة طيب ده معنى ايه ده معنى ايه معنى انه هذه العائدات الدولارية اللي جات نتيجة هذا الاتفاق الاستثماري العملاق مش هقولك الضخم العملاق المهول غير المسبوق ده معنى انه يصبح القطاع المصرفي المصري قادر على تدبير العملات الاجنبية لاجل من يريد ان يستورد مستلزمات انتاج وغيره وخلافه الاخ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة